السلام عليكم حبيباتي صباح الخير عليكم ان شاء الله الفيديو ديالي هادي تلقاكم كاملة مهنين وبخير وعلى خير اليوم بديت معاكم الفيديو بالشغل نقيت صالون كانت اختيجيتني اليوم كنت فرحانة نطمت فائلة توحشتها عندي بزاف ماشتهاش لبنات حلية التاقة ملاح باش نهوي بياسور الدنيا وهاد الدرجة بكين يعني يكون حالة ربيعي وتكون يعني شميسة دائما النقي الدرجة باش نقدر نشمس المخايد و هادوك المهم نخرج كل الشي يتشمس و نبدأ شغول ديالي انا في الفاكنس يعني درريج لديرانش با سكيفي مدحش عليهم الباب نخليهم يرقدوا وحتين ينضوا وحدهم علاش بسكري فاكنس اكو تعارفو مدى بينا يرتاحو باش كي عاودو يدخلو يدخلو يعني كمام بيقوة هنا يا فرشت زريبيا هكك و خرجت المخايدة ديالي يتشمسوا شوية و تانيك بش ما يعطلونيش خلاص بس كل يوم انا رايحة نبدأ يعني نخمل تخمال هادوك العامق شوفو هنا البنت لأبوسير يعني وريتلكم بليك جامي نستعملوا البروديو في أي سطح من الأسطح نحو قبل نحن ننفذ الزفو أحياني الغبرة نرى مجدد ننفذ ننفذ قبل البسير نستعمل 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 نادي الأن نحن أنه ولكن يجب أن تستعملوا البروشيات فقط ثم يجب أن نصف البروشيات فإن تستعملوا البروشيات بعد تريد المشكلة كي يبدأ بتطاعت البروشيات في الديوج السطح يجب أن نستعمل شيفون نستعمل شيفون المخصص للغبرة أشياء بسيطة نظموا بها رحنا صدقوني الشغول يمتلكم هات النتيجة مشي تبدو تخدمو 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 باكما يبانوالو ياخي شوفو هنا يا كيفاش لا تاني تاعي البغي هذا السطح هذا يا تاني كي البغي هنا كيف كيف البنت بعد ما نحيت لابوسيا غراني حنجوز بالشيفون هذا تاع الغبرة وهكذا يعني تلقى هذا المبل تيفي تاعي يقولي يشعل شعيل نظيف نظيف بمعنى الكلمة اسكيفي نقيتو من نور من القدام وبعدها نحطى هاد الدرع الدهبي ديالي وزوج اللي تخوفي تاعي تعال في الدي تاني كننمسحهم تخيبيا نحيلهم لابوسيا غلي ما تتشافشها بالعين ونلمحهم كيما هادا بالبروجويت على السجاج وشو نقولكم كي نجوز ونقاهم هكا كنضاف ونفحث حين ويبريو نفرح كي نشوفهم بسكادوهما الثمرات النجاح ديالي في اليوتيوب هنا يعني تقسمت معكم هاد اللقاطات اللي يمدوننا الحيوية ويمدوننا الناشاط ديفوانا عجزوا هاد المقاطع على بالي بالليك تحبوهم ويعطوكم لو كوتبوس باش تنضون تتانيك يعني ديروا دارا كل حوتا في البلارة انا هنا بديت بالموبل تيفي تهنيت منو مسحت لولا بوسيا غداو او بعك لبنات جبت جال هادا يا تاعي وجبت هادا للي كيت لي في الخل لبنات واني رايحة نبدا ليتاش تعلحيط الببيض وشو نقولكم انا ما نشمال فابيه اكوش توني الصالون ديالي درتو بالبيض سكيفي ليتاش ما نحكي لكمش بيانسور نستعمل اللي شيفون ميكرو في برادو ما اللي وشو نقولكم يسهلوا علي يا شغل ونبدا نصيد في الليتاش اكوش تشوفوا الليتاش ما بيش ولا كوت لحظوا ولا لا لا المهم اني اراني ريبيريتهم واحد بواحد بس اح قبل ما نبدأ كيف كيف نفس المبدأ نحي قبل الغبارة البنات كيما هنا لو فوتاي راح نندني هكوش تشوفوا وش لقيت تحتو اندنيه تخي بيان او باداتي كنحي ملحيو طلابوسيار كاش اكوش تعارفو غبارة رتيلا الحاجة اللي ما تتشافش بالعين كي نحي تخي بيانا بوسيار لبناتها شوفوا رتيلا اي حاجة نحيها باش او بعداتي كنبدا في الخسيل الخسيل هو الاخير كيما كي نجو نخسلو مما عنا حتى ننطفوهم نحو منهم الاوساخ نستفوهم نمسحو الطابلان نرتبو البوتاجي باش نبدو نخسلو فلهم معا يعني الخسيل هو اخر حاجة اي با كيف كيف لبنات انا هنا الحيط جو سلو كاملاتيك وهنا ننوري لكم فليتاش ليران في الحيط مام هاد شجيرة هادية نحيلها لابوسيار ديرها هكدا من فوق برك يعني ديفوها لابوسيار ما ما تباش بسحلو كانت تمسحوها كبيد ديكم تخرج في يعني في سبعتين تعيد ديكم هادي هي المرحلة الاولى وبعدها وش راح ندير راح نستعمل هاداك الجيل افيك جافيل بيسير بشير الجال يعني نسحق البيض الناسع هادا سوبر كلين رائع نديرو هاكاف شيفون ميكرو فيب ونزيد نفشفش عليه البنات هادا خالط يعني كان فيه شوي يزد كمل كلو بالماء خل يعني شوية تال ايزيس والماء ميكان فارق ريبي خلاص كملت عليه بالماء وش برختلو شيفون ميكرو فيبغ ديالي هاكدا وجوست على كاملة ليتاش خليتهم يتفعلوا ان باك جوست عليهم ونشفتهم حاولت انني نريبيري كاملة ليتاش سبحان الله اللون الابيض شباب ويبهي ويعطينا لوسع لكن وشو نقول لكم ليتاش اه بورطان راني جوفي تخيز اتنسيون وما نخليهم مش هاكك وطاشت ولو هاهو ليك جوست كاملة كي ما راكو تشوفو تبعت ليتاش كاملة يعني ما خليت حتى تاشا جوست عليها هنا بيانسير غني شاركت معاكم بعض اللقاطات هناني نوريكم فليتاش يعني اللي حق غني مساحوا برك بشيفون يروحوا لكين دوركا نعاود يعني نشلل ما نخليش هاكك هاداك الوجال عفيك جافل نحو نخلي هاكك في الحيط ها هو وش ندير نشمخ شي فون ديالي بالخل والماء ونعاود نجوز عليه وهاكدا تحصلت على نظافة ليتفرح القلب سي ام بليزر كي نشوف الحيط ديالي ابيض اللون ديالو ما كاش ناصع غير هاكا استعملت يعني اكو تشوفو بلا تزرزق بلا الميمن بلا ما يعني يعني كين اللي كيد يخدموا شؤول يزرسقوا بزاف بالماء انا لا لا هادي الطريقة ديالي اللي بوريتها لكم يعني يعني اللي فتحت القناة ونظافة مشي مع انتات زرزقتها الماء والا انا هنا كي بديت نشلل شللت الحيط كاملة يسماش مختلوش يفو ميكرو في بغ ديالي وجوست مشي غليتاش جوزت عليها كمبلتما وهاكدا يادرت عليها كاملة الصالون في الاخير بيانسير هنالي البنات هادا يارت على هاداك لبالي هاداك تشتاشا كي ما نقول له سبخاي ماللي وليت نستعمل هادا الماء فيه لتخي البنات ما وليتش نستعمل الخل راح ماي البنات هادا الماء يعني ما جوريسك بايت بوشالي لبالي وبديت نجوز بيانسير تحت الفتايات نرجع الفتايات البلايسوم وبعدها باش نجوز ماكاش ما اسهل لباركي تنطيف شوفو أروع سطح يعني بزاف ما زالي نقاء اسئلة قولوا ليعطيني الرأي ديالكم صدقوني أروع سطح شفتو يعني مايتح عبش المسيح ديالو ساهل وشو نقول لكم حسنا وخلاص ووالا هنايا قدرت هادا لوكوتي دوكن جوز لوكوتي تعتقى وهكدا حتى نكمل كلش ورح تنوجد ندير يعني التجهيزات المسبقة باش اللعشة سي بيا ديالي طيبتها بهادي كلاسوس اكس بخيس لي وريتها لكم ووجدتها باش مبادة كلاشية كي تجي اختي نقدر نقعد معها نقصر معها عندي بزاف مشتش ولاد اختي راجل اختي توحشتهم كاملة سكي في قطعت السي بيا ديالي درتها فلاسوس طيب ووالا درنا الفطر عادي فطر تعنا عادي ولعشا وجدتو هكدا مع شريبة تعفريك هدا هو الشي اللي وجدتو فلا هاي لك هنا يا سي بيا ديالي درتها بشوية مرقب بصاح نديرها بالروز فلا وانا يا البنات كي مراكو تشوفو هاي لك النتيجة لصالو ناقي فح فح البنات سي ام بليزيق مازال ديالو غير التعطير وانا دائما كي نستعمل هدا اي قوكس البنات تعليمون البنات اللي بخي ديالو ادي تسعتاش نالف وخمسمية وجا قرع الله يبارك تشد شهور يعني عطرت مام لفوتو ديالي عطرت الجو خليت تقام فتوحة انا منحبش هديك يعني الريحة القوية ولو انه ريحة القارص وشو نقولكم ما اني فيك والله واحدة الريحة وشو نقولكم هاي لها او بعد ذاك يغلقت التاقة ديالي رحت الباب ديالي هدا تعزجاج اللي لازم نجوز له اكو تعرفوا اليدين الغليق اللي الفتاح يسمى يزم له متابعة جوزت عليه كي مراكو تشوفو وكي ما تقول ضطاكم نجاح يمنزين نقايل وكان يبقى سي ام بليزيق متحى المورال يطلع لكم تعدو تشمو ذيك الريحة الطيبة الدار كاملة تعدو تريح مليح لكن يزم الواحدة يدير كوغاش ومن داك وينقص شوكا نجامين جبت شغل على دربة دايما نخدم بشوية بشوية بالعقل بالعقل حتى نكون مرا هكدا ويعني هاني واحدة ويجوز في وقته ولا هدي نتيجة هني وريت لكم الوصان وكيف اخرج مع الاخر ولا هدي هي وباكي جات اختي فرحنا كيف كيف واسقه وينا ويعني درنا هاي لك اختي حاجة حلوة شربنا له كافتة انا قصرنا حكينا تعشينا البنات ويمزين اللمتالة الى سي ام بليزيق يالو كان يعني نتلموها لحاجة بسيطة لكن هدي كل ما تزيد النص يعني في العمر والله غا تزيد النص وانا يا البنات في الليل بعد ما تعشينا ويعني كنا قصارين يفالي كجو فاس يعني حاجة خفيفة اكو تعرفو الحلوات على الوردة ليسحقوا فيها كاستاع حليب البنات ما يكونش محمر بزاف حبيبة ولا درجات شوية مليح وكاس فارينا ما كاش ما اسهل كيما نقولهم هدي حلوة رمشة عين نخلطه كلش بالفوي ولا بميكسر ولا بباتر المهم لازم يعني ما يكونش الخالط فيه اللي قريمو هذا ما كان ما يكونش فيها دوك الحبيبات هنا يا صفيت الكاس ديالي تال فارينا اضربت كلش بالميكسر هاي المقلة ديالي دوك نشعل عليها تسخن في رمشتعين وحنا درنا حبيبة تاع حلوة الوردة اللي تجي كيما القريوش تجي مع الجلجلين حلوة اقتصادية بسيطة ونحو بها حيرة هدي منيحة كيما احنا دوكونا ما كان عندي والو وصهرانين وطيب نالاتاي ايبا درت هاد الحلوة في رمشتعين هادا يا هادا هوا يعني كش نقولو احنا لومول هادا اللي ما كاش بيت جزائري ما يعرفوش اللي نسخنو شوية في الزيت وبعك نغطسو هاكدا يا في الميلانج ديالنا وحنا تحصلنا على مريدات يجو شابين نعسلوهم ونديرو لهم جلجلان ونديرو لهم مكسرات من فوق المهم حلوة تاع رمشتعين هكا أنا سميتها ولا و بعدها بيان سياغ وجدنا انتي ويعني بعد ما بيان سياغ العويت قات يعني دي باراسة وطابلة وخسلو المعان ويعني تحلاء اتيها كما حبيبات حلوة سهلين وقصرنا وحكينا وضحكنا ان شاء الله ربي دوم معلينا هادا اللي ما ويحفظها ان شاء الله من الزوال ونقولكم حبيبات قلبي بهاد الكاس تاعلي ايو هاد الحبيبات تاعلي حلوة ان شاء الله يعني تكون هاد الفيديو نالت الاعجاب ديلكم ونقولكم حبيبات قلبي الى فيديو واحد اخر دمتم في رعاية الله وحفظوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته